تحيله بتاع الكافي فيلم الله يرحمه مع الفنان الجميع أنا لايش شرف أن أنا مثلت مع الله يرحمه الأستاذ خالد صالح بجد يعني أنا كان رأي فيه أنه هو من أقوى الممثلين في السينما وفي تاريخ السينما كمان وما شفت يعني لقد تتخيل كان بيساعدني يد وبيحمس اللي قدامه إزاي وبجد بجد بجد طول فترة الفيلم كنت حاسة أنه هو أخويك كبير فبجاء الله يرحمه يعني طبعا أنت في كاف الأمر ما شاء الله كمان بان حصل بقى التطور يعني واضح من حليم لكاف الأمر الفترة السنين دي أسقلتك يعني واضح أنك أنت برضو دربت كويس ده حقيقي ودخلت في يعني أعداد ممثل جيد ده حقيقي يعني أنا بعتبر بدايتي الحقيقية كانت من من أول كاف الأمر بتديت أبقى professional بتديت أبقى مش مجرد واحد جابوه عشان والده حسيت أنها بتديت أبقى خدت خبرة كمان في إزاي أتعامل مع الناس في اللوكيشن إزاي أحضر للشخصية إزاي أبني تاريخ للشخصية وأستاذ خالد يوسف هو هو اللي علمني الحكاية دي بصراحة فمن أول كاف الأمر بتديت أشوف بقى شكرا من الناس بعدها دوران شبرة بعدها صف عن دوران شبرة بس قبل ناسقك عن دوران شبرة لفت نظري هيسم الفترة اللي فاتت دي الحقيقة إن في ممثلين كتير طلعوا الممثلين دول اللي طلعوا كل واحد دمتيق قيمه تقول ده بيقلد أحمد زاكي ده نسخة من أحمد زاكي وعلى فكرة أنا كنت بأسألهم أنا مش هقولك أنا هقولك محمد رمضان عمر سعد أنا كنت بأسألهم في حوارات أنت بتقلد أحمد زاكي أو أنت متأثر بالفنان أحمد زاكي وكل واحد منهم يعني عنده من المبررات اللي ممكن يقولها أنه هو بيشوف نفسه في حاجات في أحمد زاكي بل بعضهم يعني لا ينكر أنه بيحب أحمد زاكي حبه شديد أنت بقى ليه مش بتقلد أحمد زاكي أو ليه مش بتأثر بأحمد زاكي يعني عمري ما شفتك متقمس شخصية أحمد زاكي زي فلنانين آخرين بتأثر بأحمد زاكي في أعمالهم طبعا لنت جبت أساميهم دول العلاقة طائبة جدا بهم وأصدقائي عشان كده أنا بقى الأسباب كمان وكمان وفي البرنامج ده سألتهم الأسئلة أو من حقيقة أي حد يتأثر به بس أنا لو حسبتها لو أنا بتديت أقلده معنى مهما أقلدته ما هو الأصل موجود حتى لو أقلدته يعني كوبي بيست أنا ابنه ولو ركزت أن أقلدهم ما الأصل موجود ما أنا حيبقى عندي إيه جديد بي وجهة نظري أنا أنت حريص على ده أنا حريص على ده إنك إنت ما يقاش الدور وإنت بتمثله قريب من أحمد زاكي آه عشان يبقى ليا شخصيتي أنا أو طريقتي أنا بعدين أنا ما أعتقدش يعني هو عمل طبعا البواب والزابط ورئيس الجمهورية ولا والملاكم مش عارفين بس في مليون زابط لسه وفي مليون ملاكم لسه طبعا هو يعني جمع كل حاجة موجودة في الشخصيات اللي هو عملها بس كمان دلوقتي مع الإنترنت ومع الفيسبوك ومع الظروف اللي إحنا فيها هو بعض الثورات في شخصيات جديدة يعني جيلنا ما بيتكلمش زي الجيل اللي قبله فليه وأنا عندي في الحقيقة شخصيات كتيرة جدا ممكن أخد منها أقلد وحط نفسي في مازق مخارنة بيه تاني أنا بهرب من ده كن في ناس تانية متأثرة بيه ده من حقهم لأنه هو مش بتاعي لوحدي ده ده أحمد زك